حكاية كمان بسيطة يعني محمد صلاح هو كابتن منتخبنا محمد صلاح هو واحد من أفضل لعب العالم مفيش خلافة صح كده؟ كل ما منتعصر أي تعصر نعم هو ده محمد صلاح هو ده بقى حسن لعب في العالم وانت محمد يا صلاح بتلعب مع ليفربول كويس وتي معنا احنا بتلعب وحش يا جماعة واحدة واحدة النهار ده كده كده المنتخب كله سيبي ما فيهم محمد صلاح كله كله وحش تمام؟ بس محمد صلاح في ليفربول بيلعب مطشات وحش يا برضو ومع منتخب مصر لعب مطش وحش النهار ده ويلعب مطشات وحش يا بعد كده وهيلعب مطشات عظيمة جدا وهيبقى واحد من الهدفين التاريخيين لمنتخب مصر وهيبقى هدف هذا الجيل لمنتخب مصر الفكرة في ايه؟ انه مش نمسك في رقبة محاولة طول محمد صلاح يا سلام عشان محمد صلاح بيلعب في ليفربول واحد من أحسن لعيب العالم هو اللي هيكسمنا وهو اللي هيبقى سبب فقصالتنا طول وقت لا طبعا مش كده آه النهار ده ما عملش مبارة كبيرة كل اللعيبة أنا بقولك أنا هستثني واحد بس مصطفى محمد بس غير كده مفيش كل وحش كل النهار ده قليل جدا ربنا يعينا ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله أنا عارف انه الكلمتين هقولهم دلوقتي دول ما تحبش تسمعهم انت دلوقتي بس هقولهم عشان هما دول الصح هما دول الحق يعني خسرنا الصفحة ولازم تتقفل بس يفضل لعبي منتخب مصر مفكرين فيها عشان ما تتكررش ننزل قدام غانا لو لعبنا بإمكانياتنا يعني لو صلاح فأحسن أحواله لو ترزجيه لو مرموش لو مصطفى محمد لو زيزو لو النني لو حمدي فتحي لو إمام عشور لو فتوح أو محمد حمدي محمد هاني عمر كمال حجازي عبد المنعم ياسر الشناوي لو كل دول فأحسن أحوالهم نكسب غانا عادي ونكسبهم بسهولة أسر كمال ما كنا هنواجه منتخب موزنبيك ماشي بس لما نبقى في حالتنا ارجعوا لحالتكم بس محمش عايزين أكتر من كده وأرجوكم بلاش حسابات برمة أرجوكم نكسب غانا نكسب غانا ونخلص الحكاية ما حاش يقولي بقى إيه طب لو اتعدلنا مع غانا هيبقى محتاجين نعمل إيه مع كافر دي لو اتغلبنا من غانا فإحنا هنبقى محتاجين لازم نكسب كافر ليه أبوس إليكم إحنا في مجموعة سهلة إحنا في مجموعة سهلة كفاية معاناة إيه العش العش الممنوع ده في المعاناة ليه تصفيات كاس عالم أنا بقولك بس أنا بحكي لك مأسويات حياة ده اللي عشتها ده في أجيال قابلينا عاشوا مأسويات أكتر تصفيات كاس عالم نبقى بنلعب في زنبيا نتعادل معها في فتاح تصفيات كاس العالم ليه نتعادل مع زنبيا في 있었ده الكهار ليه نلعب في تصفيات كاس العالم بتلاحيلي نفسك تغلبت من نابيبيا ولا تعليلت مع نابيبيا تلعب تصفيات كاس عالم تتغلم من اللايبيريا وما تسعطش كاس عالم تلعب كاس أمام تتغلم من منتخبات صغيرة وبلا قيمة ليه شكرا